ايه رأيكو بقى في السمك ده بجد جميل جدا 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 وكفاية طعم السمك بتكات بسيطة عتاكله احلى سمك في حياتكو خليكم معي لحد اخر الفيديو وان شاء الله يعجبكو جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ان شاء الله النهاردة نشو سمك معنا بولتي ومعنا شخورة حسن ما انتم عايزين اي نوع تاني بتحبوه بنفس المقاذير دي ونفس المكونات دي عتتعملون معانا هنا بالزبط معلاء كبيرة طوم معانا جزر معانا هنا خضرة مشكلة كثبرة وشابته بقدونس معانا هنا بصلايا كبيرة بشرناها كل حاجة مبشورة كلي حاجة مبشورة معانا طمطمية كبيرة معانا البهارات معلاء كبيرة ملح معلاء كبيرة كبيرة كمون ومع انا هنا لمون زي ما انتو شايفين كده بسم الله بجد الوصفة ديت في السمك المشو جميلة جدا هتقول انت عاملة كمية كبيرة ليه؟ عشان اوه ما نشو السمك هنحطه لبقية التدبيلة ديت عليها و احنا عنشره البزر دلوقت ده كل ده اللي وقاء عنشره ومع انا هنا برضو ايه؟ هنحطوا هارسة شطة نشولوا اللمون ده كده ومع انا هنا معلقة خل ونحطوا معلقتين زيت ونصف معلقة هارسة شطة ونصف معلقة هارسة شطة ونصف معلقة هارسة شطة ونحطوا الوصفة ونسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة في القناة لا تريدوا في القناة اكتركوا ان تراكم الفيديوهات ولكن لا تعملوا على لايك لايك ببالاش والله كيفية التدبيلة لو انتم محتاجين لقيتوا التدبيل عطبة ولا حاجة انتم ممكن تدقوها حاليا في الوقت ده ممكن تدقو التدبيل لو لقيتوها عطبة ممكن تدقو ملحة بس انا الملح كده اللي انا حطته مصبوط طبع زي ما انا قلت لك ايه اهم حاجة ايه تبشروا طمط ميا برتك معي طمط ميا كبير بسم الله هناخده مخلطة ديت هنحطه ايه في قلب السمك كده هنحطه كده هنحطه في دمكة كده هنحطه ايه هنحطه مخلطه لتênق ايه هنحطه الريق هنحطه نحطها لتبريد السمك كده كده ايه ان نحطه هنحطه لتغرفي ايه هنحطه لتغرفي ايه هنحطة سمك كالتغرفي لا تحتاج سماك الاجب السمكة زيت انا عشان مكسورة وكده مش عارف احشيها خلص قلت ايه مش هينفع طبعا نسيوها في التدبلة بالزبط لمدة ساعة لحد ايه ما نروح نشوها ويعتشوفوا معاي برضو كحنا ايه منشو السمك واحدة واحدة والتدبلة دي عنسيوها برضوك مركونة على جنب جدا لحد ايه منشو السمك خليكم بس معاي عاجيكم الفيديو النهاردة قوي ايه رأيكم بقى في السمك اه طبعا ا اقول لكم انا عملته ازاي جبت ردة بجيب الردة دي من السوبر ماركت اه دي مخصصة للسمك او حتى اللي بيعمل عيش بالردة اجبنا الردة وعملتها في السمك وكده لازم بس نكون السمك بس يكون في نسبة مية بيكون الفرن بتاعنا على درجة نارة عالية على درجة نارة عالية او حتى سطح المتجاز اللي انت عتي اعملي عليه برضوك ايكون لازما ايه على درجة نارة عالية يجب أن تسخن جميل يجب أن تسخن جميل لأن السمك يلزأ في الفرن يجب أن تعملها على سطح المتجاز يجب أن تسخن جميل لحد ما تسخن يجب أن تسخن السمك يجب أن تسخن السمك أصدق السمك أريد أن يتغلي السمك يجب أن تسخن السمك اضافة لكم نظرة انا اريد الاخرار في الفرن اضافة اشفاء لكم هاتفك اشتركوا في التعليقات اضافة لكم اضافة لكم اضافة لكم نضيف السمك وضع الحشوة نضيف ربع كبيرة مياه دفئة نضيف السمك لا تنسوا تشتركوا في القناة نضيف سمك نضيف السمك نضيف السمك اضع السمك لكي يضطر السمك اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن اضع الفرن انتظروا على كيز اضع الفرن اضع الفرن اشتركوا في القناة مع السلامة